شاهد الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين بشير 22 والذي تجريه احدى التشكيلات المضرعة بالجيش الثاني الميداني والقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة اكد خلالها على الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على اداء مهمها بكفاءة واقتضار وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ اجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات واناقش رئيس اركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفاهمهم لمهامهم ومدى استعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية واعقب ذلك اجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية وقد ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت اليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ونقل الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميدني مشيدا بدورهم البطولي في عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم اهلها بالامن والاستقرار واثنى رئيس اركان حرب القوات المسلحة على الاداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيدا بالجهد الذي يبذلونه من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن واعلاء كلمته حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة